مارس 2019 اتجاه الرأي العام الأمريكي نحو مصر ده أسبوع اللي فات جالوا بنشر الإقصة دي بينشروها كل سنة بيعملوا اتجاهات نحو دول العالم بصفة عامة دول العالم شايفانا أو الشعب الأمريكي بيفضلها ازاي فسألوا انت اتجاهك نحو مصر إيجابي ولا سلبي هل ترى مصر بشكل محمود ولا بشكل ده المواطنين العاديين ده المواطن الأمريكي فعندنا 57% شايفين انهم عندهم اتجاهات إيجابية 57% من أمريكيان عندهم اتجاهات إيجابية تجاه مصر في مقابل 36% في الاستطلاع ده و6% مش عارفين يحددوا الاتجاهات العامة ما عندهمش معلوماتهم ويعني الناس كتير في أمريكا غير مهتمة رقم ده في حد ذاته والأرقام بصفة عامة ليست لها دلالة في حد ذاته إلا إذا تمت مقارنتها ببقية مقارنتها بالدول الأخرى فإحنا فين؟ فإحنا مثلا إحنا زي كندا وستراليا وموليا بريطانيا دول في عالم تاني دول تسعينات ولا إحنا زي إيران وكوريا الشمالية والسلطة الفرنسانية إحنا في النص إحنا 55 إحنا في النص أو في المنطقة الدافية أقرب إلى آخر المنطقة الباردة يعني الرأي العام الأمريكي يرانا في منتصف التفضلات كندا من واحد يعني مثلا لو عملنا ده في فرنسا ممكن فرنسا تكون عندها ولع بالحضارة المصرية وعندهم اتجاه إيجابي أكتر الأمريكان عندهم شعور لا بارد ولا سخف حاجة كده ما بين هذا وذاك وده على مدار لو شفنا مثلا في التطور التاريخ يعني عندهم كندا تبا نمرة واحد طبعا ده مسألة جغرافية ممكن نرجع لو سمحتوا لقبل ده نمرة 2 استراليا نمرة 3 بريطانيا واليابان مثلا من خارج المنطقة اليابان وألمانيا وفرنسا رغم ان كان فيه بينها عداء ثقافي وكلام كده لكن بدأت تتقدم في هذا الموضوع هل الرقم ده ثابت على مدار السنوات ولا بيضاير هل يعني احنا في المركز ده دلوقتي ده متقدم ولا متأكد لو في 91 كان عندنا اتجاه 65% عندهم اتجاه إيجابي و17% ظل الوضع ده لغاية مثلا 2010 ماشي في نفس السكة احنا لم نتراوح في الحدود دي في 2011 حصل انقلاب ان ما عدش بقى الامور السلبية حصل انقلاب في الاستطلعته في اتجاهات الناس الأمريكي يعني المفروض ان احنا عندنا كان المفروض الاتجاهات الإيجابية هي الز спрос المفروض الادارة الامريكية كانت مرحبة بالثورة الوقت اللي حصل انه لا بالعكس الاتجاهات السلبية زادت عن الاتجاهات يعني اتجاهات السلبية الأمريكية زادت في 2011 بصورة 25 يناير